اشتركوا في القناة القمر الان في منزلة المؤخر وهي منزلة للربح والعلاج والاتلاف والتفريق والضرر ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة ثمانية وستعشر دقيقة من صباح اليوم الثلاثاء لا ينتقل بعدها لمنزلة الرشا وهي منزلة للعلاج والربح والسلامة والصلاح بما ان القمر موجود في برج الحوت معناته جميع الابراج بتلعب عندهم الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة بنشعر بالضياع وننجح في التركيز على موضوع معين من الذمر ونكشف عن متاعبنا للغير ونجد صعوبة في اتخاذ قرار حاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزوا جانبا وبيضرفوا الدمع بعيد عن أعين الآخرين وقسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح النفسي تعتبر هاي الفترة فترة ممتازة جدا وممكن بعض الأشخاص يقعوا في حبائل الغرام برضو بوسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيادة المرضى شراء الزهور وقتنا آل التصوير بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية هي زاوية التزديس إيجابية بين الزهرة وبين بلوتو واليوم آخر يوم لتأثيراتها فما زالت بتخلق جوعا من السعادة من الناحية العاطفية وبتتأثر العلاقات الزوجية الناجحة إيجابا بحيث أنها بتدعم وبتتعزز أكثر فأكثر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين الشمس وبين زحل وهاي برضو اليوم آخر يوم لتأثيراتها هي اللي بتخلق مصاعب وعرقيل بتحتاج منا أن نبذل جهد والتصميم والإرادة لتجاوزها أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين أورانوس وهاي راح تكون ذروتها ساعة خمسة وتسعتاشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج يعني تأثيرتها من منتصف الليل ولغاية ساعات العصر هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المريخ وهاي راح تكون طبعا ذروتها ساعة ستة وثلاثة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج طبعا تأثيرتها من منتصف الليل ولغاية ساعات ما بعد العصر بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكم بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى منكم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكونوا محبطين عاطفيا بتور ثورة عارمة من الغضب عند أي انتقاد أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون ذروتها ساعة سبعة وواحد وخمسين دقيقة مساءا بتوقيت جرينيج يعني تأثيراتها من ساعات الظهر تقريبا وبتستمر لغاية صباح يوم الأربعاء بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية اللي بين عطارد وبين أورانوس وهي تأثيراتها مستمرة لغاية يوم ثلاثة وعشرين اثنين ذروتها اليوم الساعة عشر وواحد وعشرين دقيقة مساءا بتوقيت جرينيج بتصيبنا حالة من التشتت الفكري وعدم التركيز وهذا الشيء بيصعب علينا إيجاد حل لبعض المسائل كما أنه تجعلنا عصبيين المزاج ومنرتكب الأخطاء والتهور وهي برضو وقت غير صالح للشراكات وما تعتمدوا على الحدث في هاي الفترة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم القدمان وأصابع القدم الغد النخامية الغد الصنوبرية الأندروفين اللي هو الهرمون المسكن للألام والميتالونين اللي هو الهرمون المساعد على النوم هذول الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لهم العناية الإضافية بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها أيضا هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه مستقر الآن في الحوت معناته خلو المسار القادم رح يكون يوم الغد الأربعاء 22-2 بيبدأ في تمام الساعة أربع وخمس دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة 5-13 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش لينتقل القمر ويستقر في برج الحمل أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الجديد عمر يوم في تمام الساعة 5-10 دقائق صباحا بصير عمر يومين نسبة الإضافة 5% أما بالنسبة للمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم 20-3 سعيد بنسبة 15% أما بعد منتصف الليل بصير منتحس بنسبة 25% القمر في الحوت حتى يوم 22-2 سعيد الآن بنسبة 10% ساعات ما بعد منتصف الليل بصير منتحس بنسبة 40% في ساعات العصر بصير منتحس بنسبة 15% ولكن في ساعات المساء برجع سعيد بنسبة 15% عطارد في الدلو حتى يوم 22-3 سعيد بنسبة 30% الزهرة في الحمل حتى يوم 16-3 سعيد بنسبة 15% المريخ في الجوزاء حتى يوم 25-3 سعيد الآن بنسبة 30% ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 15% أما في ساعات الظهر بصير منتحس بنسبة 10% المشتري في الحمل حتى يوم 16-5 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 29-8 سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بيسيطر التعب عليكم لليوم الثاني على التوالي وممكن يعني اللي بيشعر بعرض غير اعتيادية يجب أن يتوجه للفحص أو العلاج خذوا قصد كافي من الراحة ممكن تحضبوا مساعدة مفاجئة في ظروف صعبة وتتجاوزوا مخاوف ما لها أي أساس عشان هيك بتكو تركزوا بشكل جيد خلال هذا اليوم وما تتخذوا أي قرارات حاسمة برج الثور بتنشطوا اجتماعياً وبتسعدوا من لقاء الأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة علاقات الصداقة اليوم بتكون جيدة وبسودها التقدير والثقة المتبادلة يعني بتكون تستغلوا علاقاتكم الاجتماعية لأن معظم مكاسبكم رح تكون من هاي العلاقات برج الجوزة بيظل اليوم هذا مناسب للأشخاص الي بيبحثوا عن عمل واللي بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وبإمكانكم تعززوا العلاقة مع المسؤولين وبتحضوا بشعبية وبتكون كل أعمالك تقريباً نقدر نقول فيها سهولة وممكن تحققوا نجاح شخصي اليوم ممتاز أهم شي بدون مخالف القوانين وبدون مجازفات برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتكونوا أكثر صبراً ووعياً على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن أهم شي نوليوم مميز بقوة العاطفة عندكم أحلام بالسفر أو القيام بالمشاريع الكبيرة أو النقاشات الحوارات أو حتى تعزيز العلاقة ببعض الأمور اللي العلاقة مع الإخوي أو الجيران الأجواء جيدة ودعملة لكم بقوة خلال هذا اليوم برج الأسد ابتنشغلوا في أمور إلها علاقة بالأموال المشتركة من جهة ثم فرصة اليوم لمكسب مالي بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يعني في نفقات متصاعدة بزيد اهتمامك بالأشياء الغامضة والروحانيات والكتب الخيالية الأجواء داعمة بشكل قوي وممكن تحصلوا بعض المكاسب أو أنه ترتبوا بعض الأمور المالية المعقدة برج العذراء طبعا القمر ما زال موجود مقابلكم تماما فعشان هيك كيف تتركز جهودكم حول تعزيز شراكاتكم سواء العاطفية أو المالية لا جواء مشجعة ممكن أن يصير في حوار أو نقاش أو تعززوا العلاقة معهم وتعتبر هذه فترة مناسبة لإتمام خطبة أو زفاف أو توقيع عقد ولكن علاقاتك الزوجية أو العائلية مع الشركاء بسودها نوع من أنواع الإنسجام ولكن ابعد عن المشاكل والنقاشات الحادة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بيتركز كل اهتمام كل مليوم على العمل كان عمل في البيت أو العمل في مكان عملكم حاولوا أنكم ما تشتغلوا عمليا في نفس الوقت ركز على الأهم وانتبهوا بشكل جيد لصحتكم ونظموا وجباتكم الغذائية وخذوا قصد كافي من الراحة اليوم رح تجدوا سهولة في تطبيق أعمالكم الروتينية أو المنزلية برج العقرب طبعا بالنسبة لموليد برج العقرب طاقة ممتازة جدا القمر في البيت الخامس بيت العاطفي والحضوذ فبتشتازوا بصور عمي فترة داعمي بقوة وبتشعروا بقوة الحظ والعاطفي والأمور المالية وبوسعكم حتى الاهتمام بأمور إلها علاقة بالتجميل وبتقوى علاقاتك العاطفية وبتعرف فترة من البهج ممكن ممارسة هواية أو الترفيه هو يكون الشيء المميز بالنسبة لك برج القوس بينصب اهتمامكم حول إدخال تعديل على مسكنكم أو الاهتمام بأمور إلها علاقة بالبيت والعائلة ممكن ترتيبات تصليحات ممكن مناسبات اجتماعية مشتريات مثلا أعطال وصياني أشياء من هذا القبيل وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة يعني في نوع من أنواع الراحة اليوم في نوع من أنواع الاستقرار إلا أنه ممكن تظهر بعض المنغصات ما عليك إلا أنك تمشي هذا اليوم عشان ما يصير مشاكل برج الجديد بالنسبة لما وليد برج الجديد طبعا بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وأهم شيء تكون أكثر صبرا أثناء قيادة السيارة داخل المدن علاقاتك اليومية وتنقلاتك بتكون ممتعة وبتستفيد من علاقاتك مع المحيط عندك قدرة على الإقناع عالية جدا ونقاشاتك عقلانية ومنطقية ومقنعة في نفس الوقت سرعة البديهة بتنقذك من كثير مواقف الأجواء جيدة وفي منك راح يهتم بمسائل الهلاقة بالسيارات أو الهلاقة بالأجهزة الإلكترونية برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بتظل الأجواب فيها فرصة لمكسب مالي بيكون على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بدكوا تحذروا من النفقات المتصاعدة بتعرف سهولة في أعمالك اليومية وفي الحصول على الأموال والأرباح ممكن هاي الأموال تيجي زي ما حكينا من عمل إضافي أو مستردات هباة دعم وفي منك راح يهتم بتسكير أمور إلها علاقة بالديون أو الالتزامات في بعض المصاريف ولكن انتبه من التبذير برج الحوت ثقتكم بأنفسكم كبير اليوم وبعمكم النشاط والحيوية وأكثر من يوم أمس بوسعكم السيطرة على زمام الأمور والدفع بمصالحكم وممكن تقضوا فترة من الهدوء السكيني والطمأنيني على المستوى النفسي حتى على المستوى العاطفي الأجواء راح تكون ممتازة لا التقارب من الأحبة أو لا التواصل معهم حتى عندك رغبة بالتغيير ممكن قصة شعر أو حتى أمور التجمي وأنا بنصح بهذا الأمر عشان اتجدد من حيويتك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء